كلنا مرينا بحاجات زي كده طيب انا خدت من حضرتك المعلومات المهمة انا خدت من حضرتك اللي انا اول ما يحصل يعني يدق الخطر كده اجري على حضرتك هل فيه ادوية بتتاخد او فيتامينز معين انا بمشي عليه عشان ما وصلش لحالة اللي انا كل حالة سوء او وصل لحالة العملية بالزبط كده احنا بنساعتها في الاعراض اللي موجودة دي طبعا بنبقى بنلجأ للعلاج اللي هو التحفظي اللي احنا نقول تفصيله دلوقتي اللي هي الادوية الراحة بتبقى دايما هي مفتاح العلاج في حالات التهاب الشديد او الالام الشديدة بتاعة العمودة الفقر فلازم بقول المريض رايح لفترة ما حسب شدة الالم اللي عنده طبعا بعد ما نكون عملنا الفحوصات اللي لازمة رانين المغناطيسي عشان اعرف حجم الانزراق الغضروفي وماده ضغطه على الاعصاب وهكذا وبعد ما المريض بيقدي اول فترة من العلاج بيقول لي انا اتحسنت بنسبة خمسين في المية طبعا العلاج ده بيكون ايه العلاج ده عبارة عم يعني مضادات الالتهاب اوكي عشان برضو النقطة دي انت فكرتيني الوقتي بنقطة مهمة ان الناس فاكمة دي مسكنة ان الناس بتبقى فاهمة ان دي مسكن يعني مش علاج اوكي هو الحقيقة هو المفهوم السليم بتاعه انه هو مضاد الالتهاب يعني اللي هو مصاحب وباصط عضلات ولازم معي باصط العضلات ده ناوة تاني وبعد كده مجموعة فيتامينات وحاجات مضادة للالم بشكل مختلف بنديها وفي حاجات موضعية زي كريم او جيل او حاجة زي كده بنعملها في المكان برضو بتريح ده عند الالام ولكن انا لو جيت لحضرتك وانا سليمة وانت بتديني تعليمات بس عشان موصلش برضو هيخد ايه هاخد حاجات هناخد بقى ساعاتها الحاجات اللي هي مقوية للوظيف بتاعت الخلال العصبية اللي هي فيتامينات فيتامينات العصب يعني بغضة هاي مثلا بي 12 وقصص دي بي كومبلكس بي 12 وبي 6 وبي 1 وهكذا طيب نيجي بقى لو حصل ان هو المريض انا هنبهه لايه ان انا هقول له مثلا انت عندك الالم حسن طيب لو حصل ايه تجيلي فورا ايوه او حصل ان انا مثلا كنت بسوق العربية بعرف ادوس بنزين ولقيت نفسي مش قادر ان انا دوس بنزين مش من الالم ده حصل ايه يبقى الجزء الحركي من العصب تأثر اه لدرجة العصح فيه ناس بتبقى واقفة ومرة واحدة تحس ان حد يعني جي من ورا كده وزق رجلها بالزبط كده اللي هي وقعت مرة واحدة ده بقى بيبقى في العصب طبعا العصب ليه شقين شق الخاص بالاحساس اللي هو بيسبب القلم شق الخاص بالحركة حلو لو حصل تأثر للشق الخاص بالحركة ودي في احوال مش كثيرة بيبقى في الاغلب بنتطار ان احنا نلجأ للجراح اوكي النقطة المهمة ان احنا الجراحة دلوقتي بقت بعد يعني تطور تقنيات الجراحات المخ والاعصاب بقى اينا بنعملها بالميكروسكوب الجراحي بيبقى يمكن الجرحة بيبقى لا يتعدى اثنين سنطي لثلاثة سنطي بالكتير اوكي والمريض بيروح تاني يوم او في نفس اليوم احيانا يعني ما بقاش زي زمان اللي هو فتحي سوسلت الظهر كلها وكتص دي انت بتفتح بس عند المكان لا يزيد عن تلاثة سنطي الجرح اللي هم بيقاش باين بعد كده جرح تلاثة سنطي عند الانزلاق اللي في الفقرة المعينة لو كذا فقرة بنفتح فتحات متبعدة لا مش لازم لان هما في الاغلب لما بيبقوا كذا فقرة بيبقوا يعني وراء بعض نادرا ما بيبقوا فبنشد الفقرة لا بنقدر ان احنا بالميكروسكوب الجراحي برضو بنتحرك من خلال الفتحة الصغيرة دي وان احنا نستقص الغضروف واثنين واحيانا ثلاثة هو ايه اللي بيتم بقى حلوة استقصال الغضروف اللي تلع مرة الفقرات بالزبط كده طيب وهل الكمية اللي جوه ما هي تلعت منها كمية وانا هستقصرها هتكفي ان هي تكون مثلا مرطية الوظيفة الصحيحة بالزبط كده لان احنا الهدف ان احنا بنشيل الجزء اللي هو اللي ضغط على الاعصاب احنا مش بنشيل الغضروف بالكامل لأ انا قصدي الجزء المتبقي ده يعني بيمارس نفس الوظيفة بيبقى كافي تماما بالزبط كده بيبقى قل حاجة بسيطة اللي هي قريدي خرجت منه وبالتالي بيبقى في اغلب الاحوال بيبقى بيؤدي المهمة بتاعته لو في حالات بقى الكسور او حاجة يعني اخرى بنطار نعمل تسبيت الفقرات عشان نعمل لها زي تدعيم ده لو كسور لكن احنا بنتكلم عن انزلاق الموضوع بسيط فتحة ما تعديش الكام سنتي تلاتة سنتي بكتير قوي طيب ايه رأيكم مسأل السؤال اللي بيدور في دماغكم دلوقتي ونقول للدكتور الناس اللي هي عملها تقول اصلي كل العمليات لانزلاق الغضروفي ممكن يحصل لك شلل ودي خطر ومش عارف ايه بنسبة كم في المية العمليات بتنجح وبنسبة كم في المية بيحصل لقدر الله حالة شلل نسبة المضاعفات الوارد حدوثها في الجراحات استقصال انزلاق الغضروفي في الوقت الحالي لا تتعدى بكل الاحوال من 5% الـ 8% على اسوأ الظروف وابتقلب فعلا شلل ولا دي كلمة شقيعة قليلا جدا جدا ما يحدث ذلك انا مش عايز اقول انه مش موجود عشان لا لا لو مش موجود بقى انه فترة والحمد لله وتوصلنا لطقية وعلم اكتر انا مقدرش افتكر مثلا في اخر 15 سنة ان انا يعني شفت مريض حصل له طب 15 سنة يبقى حالة مش موجود اه الا اذا ربنا رايد ان هو يحصل لك كده بزبط المفروض ان الفقرة خلصت بس كل يا استاذ سعيد كل مع استاذ سعيد مخرجنا كل ما يجي يقول لي احنا خلصنا يبقى في بالي هو سؤال يعني تقليدي قوي احنا كعرب يعني بنعمله هالموضوع ان انا عندي قلم او انزلاق فاغضروفي لو انا نمتع الارض يعني ارض مستوية ارض الارض بقى ايه ومخادة بسيطة كده خالص انا فعلا برجع الفقرات مكانها لا ده بس هي مش بس ده اللي هو درجة المتانة بتاعت الحاجة اللي انا بنعم عليها اه اللي هي ايه يعني انا ما بنصحش المريض دايما انه هو ينام على حاجة طرية اللي هي الفايبر او السفيني انا عزي يعني في وقت الالم والالتهاب لو نم على الارض الارض بقى مش بيرجع الفقرات لمكانها ولكن هو ده الوضع السليم للنوم وبالتالي بيتحسن الارض لعنى اه فلو بياخد علاج الفترة دي نمو على الارض يعني الفترة حطه يعني الدنيا برده حطه بالتاني لا هو يعني حتى المراتب القطن خلاص التقليدية دي اصلا دي خطر يعني المفروض المرتبة اللي هي المستوي يعني هي ما يوزيها من حيث المتانة ما تبقاش طرية ازيد من اللازم او فيها تعرجات يعني حاجة تكون مسطحة بمعنى صح بالزبط كده انا بشكرك على الفقرة الحلوة دي وبشكرك اللي انت جايه النهاردة بتطم الناس كتير قوي عندها تخوف من من الانزلاق الغضروفي الموضوع يا جماعة مش لازم يبقى انت عندك انزلاق يبقى انت تتوجه تعمل عملية لا فيه علاج والعلاج ان شاء الله والحمد لله جايه نتائج حلوة قوي